تمتلك البحرين الكثير من المعالم الجذب السياحية المختلفة التي تلبي مختلف الأذواق وذلك حرصاً منها على تطوير القطاع السياحي من خلال تشجيع المشاريع التي بإمكانها استقطاب المواطنين والموقمين والسياح مثال مميز لأحد هذه المشاريع المبتكرة نستعرضه في التقرير التالي الأصل في تطور المجتمعات هو العلم والعمل وتطبيق التجارب والخبرات حسن جناحي مثال مميز للمواطن البحريني الجدي في تحقيق أحلامه في عام 2019 وضع حسن جميع ما يملك في مشروعه وهو عبارة عن مقهن ومعرض فني يحمل اسم مونلايت جالري يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه على أرض مملكة البحرين ويحتوي على قطع ساحرة بتفاصيلها تحمل العديد من القصص العميقة في جعبتها المكان طبعا أنا كنت حريص جدا أن أخلي الزائر أي من يكون زائر سواء البحرينيين أو المقيمين أو السواح لأنه مكان سياحي وكنت أنا مهتم في نفس الوقت أن أنا أنفذ أو أطبق الذي كان يقوله صاحب السمو الملكي أمير سلمان الله يحفظه أن يجعل المستثمرين والتجار رجال الأعمال للاستثمار في السياحة وفعلا أنا وايدن نبهني في هذا الموضوع مولايت جالري عبارة عن توغل في التراث الحضاري والإنساني والسبب الرئيسي الذي سرع حب الفن في صاحبه هو عشقه للموسيقى والآلات الموسيقية كما استطاع أن ينقل أعماله إلى خارج المملكة أعماله التي تحمل ذكريات لا تفارقه أبدا حيث استخدم فيها خامات محلية لإنتاج مجسمات ولوحات وتماثيل ومنحوتات تصور إرادة المحبة والسلام العمل هذه أنا أعتبره من أعمال قوية التي يتمثل البحرين الشجرة وطلعت منها نسميها الدولة العميقة أو تاريخ البحرين المعاصر من خلال الجنين هذه يمثل مع الحبل السري ميلاد ميثاق العمل الوطني 98.4 عندنا طبعا الوزارات فيها كل هذه اللي تشوفونها وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم وزارة العدل وزارة الإعلام المرأة متساوية مع الرجل وزارة الصناعة جميعنا لديه عوالم يستمتع بالوجود فيها ذهنيا استطاع هذا الرجل أن يشاركنا عالمه الخاص من خلال هذا المعرض الذي يمكن استخدامه كسالة فعاليات أو التجول فيه والإبحار في القصص التي تحملها كل قطعة موجودة فيه مشروع وطني من الدرجة الأولى توهج ضوءه من مملكة البحرين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة